يمكن أنا في البداية خالص حتى يا سيس فاروق أنا بتكلم وقلت أنا مش من الناس اللي تشوف أنه فيه هناك تعارض ما بين الصحافة وما بين الشعر والأدب لكن أقدر أقول أنه في أغلب الأحوال وفي أعمها مش هقول كلها بالجملة الصحافة ممكن تاخد الشعر والأديب وأحيانا أخرى الشعر والأدب بياخدوا الصحفي في الحالة بتاعت الأساس فاروق وده كان بالنسبة لي دائما اللفت للنظر رجل خبطات بالتعبير الصحفي وحملات بالتعبير الصحفي وتحقيقات مهمة بالتعبير الصحفي شديد التميز هو شاعر عظيم جدا فلا الصحفي خد من الشاعر والأديب وبعده ولا الشاعر والأديب أبعد الصحفي واكتفى فقط بالشاعر والأدب ودي معادلة شددت الصعوب أنا أعترف لك أنا عايش من ألمي حلو ولم يكن أمامي طريق آخر يعني أنا لم يكن أمامي يعني أنا عند انتسامات طبعا وأب وعند أسرة وابتديت حياتي الأسرية صغير فالصحافة كانت بالنسبة لي أنا كمان أعترف إن أنا حبيت الصحافة يعني فالمنافسة دي أفادت لتنين إزاي إن أنا أكتب المخال بإحساس الشاعر حلو يعني أنا لا أتخلى إطلاقا عن مشاعري وأنا أكتب المخال لكن في ضرورات بها خلقت فيه نوع من يعني أنا الكتابة اليومية بالنسبة لي عب لكن لما الأهرام اتفع معايا وكان الوسيط الأستاذ هي كان رحمة الله عليه وفيت لكن الكتابة اليومية بالنسبة لي تجربة صعبة برضو أكيد حتى الآن لكن هي قربتني من هموم الناس يعني هي بقدر أحيانا أبعادتني عن الشعر بس فهموم الناس دي نقلت على شعري يعني نبقى إيش صحافة بس لا نبقى إيش صحافة وشعر ومسرح أيوة ومسرح وبدليل أنا معمد للوزير العاشق أي أنا عملتها في الثلاثين سنة كنت الثلاثين قلت وأنا بكتب فيها لو نجحت يبقى خير من ربنا لو ما نجحتش هيقوله صغير ولسه هيجرب صحيح كنت باخنع نفسي يعني أنت عارف يعني أنا في حالة حوار مع نفسي إن أنا الوزير العاشق الوزير العاشق الوزير العاشق سميحة أيوب هي ربنا شفيها بتتمر آمين آمين يا رب كسرت الدنيا الوزير العاشق يعني أنا بصيت لقيت مية وعشرين مقالة كتب عن في مصر والدواء العربي وبرى مصر وعردت بقى في كل الدواء العاصمة العربية لدرجة أن يوسف دريس أما رح شاه في مهرجان دمشق أنت عارف ده ملك المصرح يوسف طبعا فقعد على الأرض هو قدريد لحان ملقوش كرسي فكتب ده في الأعرام يوميا قال ما تخيالت إن مصرحية الفروج وإيه ده إن أنا أعود على الأرض فالتجربة آآ نجحت فبعد كده عملت الوزير العاشق ودماء عسطار الكعبة والخديو والخديو محمود ياسين كان طبعا كان رائع طبعا فال ال ال الصحافة هي برضو مينة تتحب يعني هي مش أنا مش خارج السياق لأ لأ وبعدين أنا ابتدت صحفي صحفي صحيح أنا كتبت الشعر و أنا عندي خمستاشر سنة أو أقل ولكن الصحافة آآ أهم من ده كله إن هي إدتني آآ مساحة آآ أن أنشر مقالاتي وشعري مقالاتي مقالاتي